البداية من الولايات المتحدة الأمريكية من واشنطن دي سي العاصمة البيت الأبيض الرئيس الأمريكي في حديث له في اليوم الثاني من الشهر الخامس من شهرنا هذا الذي نحن فيه 2-5-2022 إنه يبحث عن إمام زماننا كما عبر عن ذلك بما قال ذهد إمام الإمام المختفي رجاء أعرض لنا الفيديو عندما أصبح أصبح أمريكي إسميه إذا كنتمي في ميزاني ويوجد في ميزاني أكبر أمريكي أمريكي ويوجد في ميزاني أمريكي ويوجد في ميزاني أمريكي ويوجد أكثر من أجل أعرف بشكل جيد أعرف الوصول على الطاقة للإشتماعي للمزرحة وكيف هي لم تكن المزرحة أعادت بشكل بأقل الصفل من الإسلامي من فهل يجب أن تكون من أين يعتقد أنه يستوجد يوم مجدوم forte معي وكان يجب أن يكن بشكل محكوا لكن تقول الحقيقة أفكرين سفر أفكرين أفكر أن أحيانا وكيف حالون وحفة هو الذي يقول I didn't know what the hidden imam إنه يبحث عن الإمام المختفي ودقق النظر في هذا التعبير الإمام المختفي يعتقد بوجوده فلا يقال لكائن ليس موجودا إنه مختفي سأعيد بث الفيديو مرة أخرى كي تتثبت من المعلومات وهذه الترجمة ترجمة دقيقة لما تحدث به جو بايدن رجاء أعيد بث الفيديو سيادة الرئيس سيادة الرئيس هل قرأت هذا الكتاب إنها رواية أدبية عن إمام زماننا رواية أدبية سياسية رجاء أعرض لنا صورة الكتاب مؤلف هذا الكتاب جويل سي روزنبرغ وهو من الكتاب المعروفين في الصحيفة الأمريكية الشهيرة The New York Times مؤلف هذا الكتاب من أكثر المؤلفين مبيعا في المكتبات الأمريكية هذا هو الكتاب بين يدي رواية أدبية سياسية عن الإمام الثاني عشر بغض النظر ماذا يعتقد جو بايدن وماذا قالوا في هذا الكتاب وماذا تحدثوا في برامجهم التلفزيونية على أشهر قنواتهم وماذا تحدثوا في كنائسهم أنا لا أريد أن أناقش ما يعتقدون ولا أريد أن أعلق على ما يقولون إنما أعرض لكم ما يلفت أنظاركم إلى أن العالم بأجمعه من كباره إلى صغاره يبحث عن الإمام على قناة فوكس نيوز إنها القناة الأمريكية الأمريكية الشهيرة برنامج إي فور وهو من البرامج المعروفة على هذه القناة عديد من الحلقات الحديث فيها عن إمام زماننا سأعرض لكم مقطعا من دون ترجمة بشكل إجمالي أقول لكم ماذا جاء في هذا المقطع مقدم البرنامج وهو إعلامي شهير في الولايات المتحدة الأمريكية وضع سبورة وقسمها إلى نصفين سيقوم بعملية مقارنة بين ما جاء عن المسيح وما جاء عن إمام زماننا لا أبالي بما يقول لأنه في آخر الأمر سيستنتج من أن الدجال الذي يتحدثون عنه في المسيحية هو إمام زماننا وقد استضاف مؤلف كتاب معروف في المكتبات الأمريكية الدجال الإسلامي الذي سيتحدث في هذا الفيديو أيضا لكن بالإجمال النتيجة التي يصلون إليها من أن الدجال الذي ينتظرونه ينتظره المسيحيون هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو موسيقى موسيقى رجاء موسيقى المترجم إمام ايضا للحضا أن كسمران правильно الفوذر محاسبات ف reunited even to the mark of the beast were you going to get uh…ah… uh…u know some sort of a number and your mark according a model the mark of the beast is a mark that is put on the forehead that essentially condemns someone to hell على السلامة الشديدة المسلمين ينظروا في اليوم الآية أمرنا في المصلوق 전 جنود المنزل لاقالب ussال البشخ العالم المالctica مرات ترانيج العبورة ترجمها مرات ترجمة ربائية المرات ترجمة إسمان الجمهور أخذ المنزل مرات ترجمة إسمان مرات ترجمة إسمان انا ترجمة أكان خلاص بيأكل هذا المعطل. لأنه لأنه هو أن هذا المعطل. سيدنا التربين على هذا المعطل. بينما يحدث فيها المعطلين تكون المعطلين بالشعب المعطلين. جميع العقولةة ولكن هذا المعطل يكون نادرًا. النهائل ينزل عنهاته معهم أمواناً أن يتوجدونه والوضع والمضائل and here on the Islamic side the Muslim Jesus returns and tells the Christians of the world you've had it wrong all along your Bible is corrupt I never claimed to be the son of God I never died on the cross Islam is the true religion follow the Mehdi okay or die and here on the cross the American John F. MacArthur في قداس يوم الأحد بتاريخ 23.2011 في كاليفورنيا حديث طويل زور فيه ما زور لكن في النتيجة كل الحديث عن إمام زماننا ومن أنه هو الدجال الذي ينتظره المسيحيون رجاء أعرض لنا الفيديو Let me summarize The Mahdi will be a messianic figure He will be a descendant of Muhammad He will be an unparalleled unequaled leader He will come out of a crisis of turmoil He will take control of the world He will establish a new world order He will destroy all who resist him He will invade many nations He will make a seven-year peace treaty with the Jews He will conquer Israel and massacre the Jews He will establish Islamic world headquarters at Jerusalem He will rule for seven years Establish Islam as the only religion He will come on a white horse with supernatural power He will be loved by all people on earth If that sounds familiar, that is a precise description of the biblical Antichrist Absolutely step by step by step by step The Bible's Antichrist is their Mahdi We know that the rider on the white horse in Revelation 6 is the Antichrist They use that verse to describe their Mahdi Why am I giving you all this? Because the description of the Mahdi is exactly the description of the biblical Antichrist, the beast of Revelation 13 And you go into any kind of a study of that and you will find that all the details match up perfectly The Bible's Antichrist is Islam's savior And world conqueror who establishes a universal Islamic kingdom And there's a second sign, a second person And it is Jesus The Mahdi is not Jesus The Mahdi is greater than Jesus And that's important to their system because if you have somebody greater than Jesus, then Then the Christians were wrong So Jesus will return Yes, Muslims believe that Jesus will come again They believe in the return of Jesus Not the true Jesus The Jesus of Islam, not God, didn't die, didn't rise, didn't provide a sacrifice for sin But He does return He's a prophet And He comes back and He has one purpose when He comes back And that is to assist and aid the Mahdi He returns, listen to this, as a radical Muslim He comes back as a radical Muslim He will arrive, by the way, at a minaret near Damascus And He will come back holding the wings of two angels who flew Him down To meet the gathering army of the Mahdi in the east, the army of the black flags Jesus, when He comes back, will pray to the Mahdi who is greater than He He will acknowledge the Mahdi as His Lord He will make a pilgrimage to Mecca He will worship Allah And thus He will lead all Christians who will follow Him to reject their notion of Jesus And accept the real Jesus who is nothing but a prophet and a man He will establish worldwide Sharia law He will become the greatest Muslim evangelist And He will be the final witness on the Day of Judgment against non-Muslims Christians everywhere will affirm that they were wrong That the gospel is wrong, the New Testament is wrong He didn't die, He didn't rise, He isn't God, He isn't the Son of God He Himself will come back and point out how wrong we've been He will correct all misinterpretations and all misrepresentations Let me quote what their literature says He will shatter crosses That's metaphoric for the destruction of the church A symbol of Christianity being placed in the church He will kill pigs He will abolish the tax on non-Muslims because there won't be any living non-Muslims You can't tax dead people And then He will do one more thing He will kill the Islamic Antichrist He will kill the Islamic Antichrist Then He will die and be buried by Muhammad But not until He has destroyed Christianity by revealing who He really is Who is this? You compare what He does to the false prophet in the book of Revelation, chapter 13, 16, 19, 20 refer to the beasts coming out of the earth, the false prophet who aids and abets the Antichrist He is as the Mahdi is the exact replica of the Antichrist The Jesus prophet in Islam is the exact parallel to the false prophet who aids and abets the Antichrist One of their writings says He espouses the cause of the Mahdi He is the Mahdi He is the Mahdi's executioner He is the Mahdi's enforcer He is the Mahdi's prophet And it is He who kills the Antichrist That leads me to the third person The Antichrist will show up The Muslims call Him Dajjal He is the great deceiver He comes to earth on a mule and He's blind in one eye He is an infidel He is a false miracle worker, this Antichrist, this Islamic Antichrist But you know who He claims to be? He claims to be Jesus, the Son of God He claims to be deity He will attempt to stop the Mahdi and the true Jesus But the true Jesus will slaughter Him This is their view of the true Christ Our Jesus is their Antichrist Our Antichrist is their Redeemer It is a satanic counterfeit that is in complete reverse The army, this is a quote The army of Satan will be led by a person who will claim to be Jesus Christ There will be a great battle The Muslim Jesus will fight the false Jesus And kill Him and establish Islam forever The truth is, the true Jesus will destroy the Antichrist and the false prophet And establish His kingdom forever This is Satan's complete counterfeit Muslim world domination موسيقى موسيقى لا أريد أن أن أناقش كلامه لكنه ذكر شيئا يعرفه المتخصصون في الديانة المسيحية هكذا قال نحن نعلم أن الراكب على الحصان الأبيض في سفر الرؤية رؤية يوحنى الأصحاح السادس هو الدجال هم يستخدمون هذه الآية لوصف مهديهم الذي يستعمله المتخصصون من المسلمين فيما يرتبط بمهدي أمة محمد وآل محمد ما جاء في الأصحاح التاسع عشر وليس في الأصحاح السادس وسأقرأ عليكم بعد قليل شيئا مما جاء في الأصحاح التاسع عشر أما هذا الذي يتحدث عنه هذا القسيس فيما يرتبط بالأصحاح السادس من أصحاح الرؤية رؤية يوحنى فإن المتخصصين من المسلمين في شؤون الديانة المسيحية لا يستذلون به ففي الأصحاح السادس هناك الحديث عن الفرسان الأربعة ولا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الكلام علماء المسيحية يعرفون مقصد كلامي في الأصحاح السادس هناك حديث عن الفرسان الأربعة الفرس الأول ممدوح في تفاسيرهم في تفاسيرهم ذكروه رمزا للمسيح البعض منهم ذكره رمزا للقوة الشريرة لكننا نحن الذين نعرف الثقافة المسيحية حينما نستدل من كتبهم فإننا نستدل بالأصحاح التاسع عشر من رؤيا يوحنى وسأقرأ عليكم شيئا مما جاء في هذا الأصحاح بعد قليل على أي حال أنا لست بمناقشة ما يعتقد به هؤلاء لكنكم تلاحظون من الرئيس الأمريكي حينما كان في الكونغرس الأمريكي وقد وظف أستاذا متخصصا بالدراسات الإسلامية كي يعرفه بإمام زماننا فمن الكونغرس الأمريكي إلى البيت الأبيض ها هو جو بايدن يتحدث عن إمام زماننا إلى كتبهم وما عرضته من كتاب هو مثال وأنموذج وما عرضته من برنامج على أشهر قنواتهم على الفوكس نيوز هو أنموذج وما عرضته من حديث قساوستهم في كنائسهم في أيام الآحادي في قداسات الكنائس ما هو إلا أنموذج لا أريد أن أناقش ما يقولون إنما ألفت أنظاركم إلى أن ذكر إمام زماننا في كل الأسقاع وما عرضت بين أيديكم من الحقائق ليس في أيامنا هذه وإنما في سنوات سابقة وفي أيامنا هذه أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية وإلى الحرب الأوكرانية إلى الجيش الروسي في الأراضي الأوكرانية ضابط شيشاني الأصل في الجيش الروسي يتحدث مع جنوده منهم مسيحيون ومنهم مسلمون رجاء أعرض لنا الفيديو تأريخه تأريخ هذا الفيديو ستة خمسة 2022 حديث بايدن كان في اثنين خمسة 2022 حديث هذا الضابط مع جنوده في ستة خمسة 2022 إلى الأراضي الأوكرانية إن كنت هوا هرسأل ، عليك ان تتباع في إيراني إن كنت هوا هرسأل ، عليك ان تباع في إيراني اليوم ليس لا يتتلقى في أشبه اليوم، اليوم يبغل علينا البشرات التي لم تتبعين في أشياء سنوات المنزل هذه رؤية يوحنّا وهذا هو كتاب العهد الجديد مجموعة أناجيلي النصارى الأصحاح التاسع عشر من رؤية يوحنّا والبداية من الآية الحادية بعد العاشرة ماذا تخبرنا؟ رؤيا يوحنّا من جملة مجموعة أناجيلي وأسفاري العهد الجديد إنه إنجيل النصارى ورأيت السماء مفتوحة هكذا رأى القديس يوحنّا في هذه الرؤية في هذه الرؤية الغيبية ورأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض يدعى فارسه الأمينة صادق هذا ما هو الدجّال؟ كما يقول القسيس جون الذي نقلت حديثه قبل قليل وما هذا بالمسيح على الأقل من وجهة نظرنا من وجهة ما نعرفه نحن لا شأن لنا بتفسيرهم هم يفسرون كما يريدون ونحن نبحث عن آثار ديننا في هذه الكتب لا نريد أن نفرض رأينا على أحد ورأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض يدعى فارسه الأمينة صادق وبالعدل يقضي ويحارب عيناه كلهب النار وعلى رأسه أكاليل كثيرة له اسم مكتوب ما من أحد يعرفه إلا هو ويلبس رداء مخضبا بالدم إنه في أحاديثنا يخرج بقميص رسول الله الذي كان عليه في يوم أحد ودم رسول الله على ذلك القميص ويلبس رداء مخضبا بالدم واسمه كلمة الله اسم هذا الفارس اسم هذا الأمين الصادق وكانت تتبعه على خيل بيض جيوش السماء لابسة كتانا ناعما أبيض خالصا ومن فمه يخرج سيف مرهف ليضرب به الأمم وإنه سيرعاها بعصا من حديث لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار هذه هي عصا الحديث ومن فمه يخرج سيف مرهف ليضرب به الأمم وإنه سيرعاها بعصا من حديث سلام على بقية الله سلام على قائم آل محمد الجميع بانتظارك أولياؤك وأعداؤك متى القدوم متى القدوم يا بقية الله يا بقية الله